السلام عليكم إخوان بالنسبة للمفهوم التاريخ في ثلاثة المحاور المحور المعرفة التاريخية المحور الثاني التاريخ وفكرة التقدم المحور الثالث والآخر وهو دول الإنسان في التاريخ لم تفهمتش إخوان لماذا يأتيكم هذا المفهوم هذا صعب ستكون بحلق جميل مفهوم يعني بسيط ستركزكم وإن شاء الله ما يكون غير خير ومن إن شاء الله تكون قد تراجع حاول تسمع هذا الوديوهات كثير من مرة وإن شاء الله ستفهم هذا الأمر سنتقل بشكل مختصر لأن الحويج ستحتاج بالنسبة للمعرفة التاريخية ستجدنا نعرف ماذا الحويج إما المعرفة التاريخية تكون موضوعية بمعنى تعتمد على المناجع المدقيق أو تكون ذاتية تعتمد فقط على أسرد الأحداث والواقائية لكي نسأل لكم أمورية لكي نعرف أحد الحدث التاريخي إما نقرأ رواية أو قصة أو نرى فيلم مهم أن نرى أحداث تاريخية نقرأ فقط من خلال قراءة لذلك الرواية بالنسبة للكونترة الذاتية هي العلمية بمعنى المعرفة التاريخية خاصة تكون موضوعية هنا كي قلنا الفلسفة اللي كي هدروا على هذه المعرفة العلمية موضوعية بمعنى لذلك الرواية الذاتية رغمها كافية تبين الحدث التاريخي لماذا؟ لأن هذه مجرد كتابة مجرد سرد الأحداث الواقائية لا يوجد أعطار لا يوجد حجاج ملموسة ودلائل اللي ستقنعنا بذلك الحدث التاريخي يقولون لنا ضروري خاصة ندروا ما يسمى بواحد المناجع علمي دقيقة نجزل الأعطار ندروا المختبرات ندروا التحليل هناك تجربة علمية لكي نتأكدوا بهذا الحدث التاريخي صافي؟ هذا الشيء الذي كانت كان المعرفة التاريخية تكون موضوعية تعتمد لواحد المناجع علمي وكان المعرفة التاريخية ذاتية عن طريق سرد الأحداث والواقائي بالنسبة للموقف الأول نخلدهم هذا يقولون بأن المعرفة التاريخية هي موضوعية بمعنى أخصى ضروري محمد يعني المعرفة التاريخية ليست تسرد الأحداث والواقع والأخبار والأيام لا ننشد الأحداث التاريخية ونبدوا نسردها في رواية يعني الناس اللي غادي يقرؤوا ذلك الرواية لا عندهم شي حجاج من موسى باش تقنعوه من تلك اللي كتبت ذلك الرواية بهذا الأحداث التاريخية لأن ذلك الناس معاشوش ذلك الأحداث يمكن أن يكونوا في واحد السمن و في واحد العسل يقدم بزر بالتالي يقول لنا ضروري يجب أن ندر واحد المناجي الميلي يكون دقيق هو الذي يبيل لنا هذه الأحداث التاريخية سوف يخبرنا هذا شيء بسيط بالنسبة للموقف الآخر قصون جرانجي هذا يقولنا بأن المعرفة التاريخية هي معرفة ذاتية بمعنى تعتمد على واحد السرد الأحداث والواقعه بالنسبة لهذه الأحداث التاريخية يعني كونتر الموضوعية و كذلك المناجي العلمي الدقيق كي يقولنا بأن التاريخ ليس علما من العلوم الإنسانية يعني التاريخ ماشي واحد العلم باش نحاول ندر واحد المناجي علمي دقيق و كي يقولنا كذلك بأن المعرفة التاريخية هي إعادة لبناء الماضي يعني كنشد ذلك الماضي دينا دوك الأحداث اللي كانت في الماضي و كنعودها من خلال أفكار دينا من خلال طريقة تفكير دينا يعني كإدولوجيا خاصة بنا كي يقولنا بأن التاريخ هو فن من الفن التي تم يستقف الإنسان يعني التاريخ بحل واحد الفن كانت تفن أنه فيه عن تاريخ سرد الأحداث والواقع والأخبار اللي لدينا سفي إخوان هذا هو المقصد بمعرفة التاريخية فيها جوش الأمورها بسيطة بالنسبة المحور الثاني تاريخ و فكرة تقدم هذا المحور هذا سوف نحاول نشوفه التاريخ و كيف تقدم بواحد طريقة اللي كتكون تساعدية بمعنى منتظمة منظمة مختطة بواحد طريقة مزيانة و لك تكون عن طريق واحد تقدم اعتباطي يعني عشوائي غير منتظمة سفي أنا عن أحسر لكم هذه الأمور باش تفهمه أدنا كارماركس كي يقولنا بأن التاريخ كيتقدم بواحد طريقة تساعدية يعني واحد طريقة اللي كتكون مستمرة ومنتظمة لماذا؟ لأن على مار التاريخ دائما كيكون واحد صراع اسميته الصراع الطابقي بين طباقة المجتمعية طباقة البرجوازيلية الغنية ضد طباقة الفاقرة لماذا؟ لأنهم دائما كيكونوا مدابزين على المادة ديك طباقة البرجوازية كتكون مالكة للمادة و ديك طباقة الفاقرة مانداش بالتالي ديك طباقة الفاقرة كتبحث على المادة و كيكونوا حتصيرها بنادون امشوا دابا نشوف الموقف الثاني ديالكلود ليفستراوس هذا الموقف هذا غيقولنا بأن التاريخ كيتقدم بواحد طريقة اعتباطية شوائية غير منتظمة ما كان نخططوش لها بمعنى التاريخ كيتقدم عبد ما يسمى بالطافارات كيكونوا مجموعة من الصدف هي اللي كيتقدم عبرها التاريخ بحالش بحث مثلا نعطيكم شي مثال مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تكتشفت بالصدفة ما كان لوش الناس مخططين لها بأنها غادي تكتشف يعني جات اعتباطية شوائية تكشلش كنقول بأن التاريخ كيتقدم بواحد طريقة اعتباطية شوائية ماشي بحث صيرات طباقي اللي كيكون دائما مستمر على مر التاريخ كما قالنا كالماكس يعني بواحد صفة تساعدية كذلك الحرب العالمية هذا الحرب العالمية الأولى الثانية لأن هذه الحرب جات عشوائية لم يكن الناس مخططين لكي انهم يتحاربوا بالنسبة للمحورة تلك الدور الإنسان في التاريخ سوف نعرف جرشة الأمور كيف الإنسان يصنع التاريخ أو التاريخ يرجع الإنسان كأداة كوسيلة في اليد دياله سوف يكون خدامة على أمر التاريخ أنا سوف نعرف جمعة من الأمثلة لكي تفهمت الأمور هذه نبدأ بالموقف الأولى كالماكس هذا يقول لنا الإنسان يصنع التاريخ ولا قررته الموقف دياله في المحور الثاني سوف تستخدمه التفاة المحور كيف الإنسان يصنع التاريخ؟ لأن الإنسان هو أولي يمارس ما يسمى بصيرة طبقي كيف يتصاره طبقات الغنية يعني طبقة المجتمعية الغنية وكذلك الفقيرة الغنية هي البرجوازية الفقيرة هي البروليتارية كيف يتصاره بنتهم؟ ما الذي يكون قائم عليه؟ ما الذي يؤسسه؟ بالطبع أن الإنسان لذلك يقول الإنسان هو أولي يصنع لأن هذا التاريخ عن طريق ما يسمى بصيرة طبقي لديك شيء بسيط بالنسبة للموقف الآخر كونتر كارل ماكس الموقف الآخر يجب أن يصنع الإنسان يصنع التاريخ عن طريق ما يسمى بصيرة طبقي ولكن هذا التاريخ يرجى الإنسان فقيد أن يكون مولود الأساسي two of the أن التشاطر الأنسان تتعتبر على الواسيلة على مرض التاريخ l anticipated يحيق لضع تأسير الطريق يُحيق من البحث ولو تحيق الواسيلة كي يحيق البحث الأدى بالتاريخ لأنه دائما يكون في صراع على ت евسياه مgh // يعني شي طد ربما